السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديوهات الألعاب التي نقدمه مرحبا بكل محبي وعشيق لعبة سنة للأسطورية استكمال الأصدقاء للفيديو الذي وضعناه اليوم صباحا عن الفعاليات لنقل التاغية والجزء الثاني من الفعاليات التاغية في هذا الفيديو سوف نذهب إلى الموسوعة لمشاهدة نسب القرون هل ترأى عليها تغيير أو لا أو هل متزال كما هي ثم سوف نلعب في الشبكة مع توضيح نقطة مهمة جدا في الشبكة أرى أن بعض الأصدقاء للأسف لربما لم ينتبه لها أو يهبلها هذا عدم الانتباه لها أو إهمال هذه النقطة جعل بعض اللاعبين ليس المتوسطين وليس المحترفين ولكن بعض اللاعبين الجدد على لعبة سنة أسطورية يقعون في فخ لنقل جاهل هذه المعلومة وبالتالي يتأخرون قليلا في فعاليات الشبكة كل هذا صديقي سوف نقوم في هذا الفيديو ما قلت صديقي سوف نكمل لنقل المعلومات التي لم نذكرها سباحا وحتى تكون لنقل المعلومة موثقة بالشكل الكابير طيب دعونا ننتهي من حملة الأختم لأنه صراحة دائما أنسى القتال هنا نزيلها من علينا طيب هنا قد أزلناها طيب جيد ثم نواصل يا هذه الطريقة خلاص انتهينا هنا ضربة أخرى وانتهى الأمر طبعا حملة الأختم تتبقى لها لنقل بعد الأيام تقريبا 11 يوم أثناء تسجيل هذا الفيديو وتنتهي متأخر قليلا لكن لا يوجد مشكلة سوف نعود ذلك بإذن الله إذن هنا صديقي سوف نذهب بسرعة إلى الموسوعة لمشاهدة عدد القرون ثم نعود هنا للعب الشبكة قليلا والاستمتاع لنقل بمحاولة تحدي الخصوم المتواجدين في الشبكة تقول اللعبة لأنه هذه اللي نقول هو الجثث الثاني من هذه الفعلية أو الذي نشاهده هنا بالنسبة لنسبة القرون الصديقي لم تتغير النسب كما هي بالنسبة للفصل الأول سوف تكون للفصل الثاني نفس النسب بالنسبة لنقل واحد قرن نسبتها 96% تقريبا بالنسبة لقرن 2% خمسة قرن 0.67 عشر قرون 0.33 الخلاصة من هذا كله أو لنقل الخلاصة من هذه اللي نقول النسبة المتواجدة هنا أنه كل بطاقة طاغية وكل صندوق طاغي يعني لنقل هناك واحد قرن إلعب على هذا الأساس حتى تلعب أن تمرتح يعني لا تتأمل في الحصول على عشرة ولا كذلك لا تتأمل في الحصول على خمسة ولا حتى على اثنين لأن النسبة منخفضة جدا فقط إلعب على أساس أنه كل صندوق لنقل طاغي سوف يمنحه كرن واحد بالنسبة للثاني الموجودة في هذه اللي نقول الجزء هنا لدينا تلين أسطوري تلين ملحبي وتلين ملحبي على ما أعتقد ونادر هذا الموجودون أعتقد ملحبي ونادر عموما هذه هي الثاني قطعها مثلا هذا قطعه 4% هذا قطعه لنقول قطع 1-34% ثلاث قطع 9% بالنسبة لهذا قطعه 21% ثلاث قطعه 4% هذه هي الثانية التي سوف تكون في السندق وهذه اللي نقول لسبوها بالنسبة لفعالية الشبكة صديقي النقطة التي أود لنقول الإشارة إليها ولنقول أردت تخصيصها في هذا الفيديو حتى تصل للجميع صديقي الشبكة أساسا نلعب فيها من أجل حصول على هذه البطاقات الموجودة هنا وكذلك التلين الموجود فيها يعني التلين التاغي نقطة مهمة جدا هذه البطاقات نقوم بفتحها من أجل حصول على القرون حتى نستطيع شراء تلين من المذبح طيب هذا جيد بعض الأصدقاء للأسف يجد أن هنا يوجد خمس سندق وبالتالي يبقى يلعب ويلعب 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 في محاولة للحصول على الخمس سندق بعد الأحيان هذه الخمس سندق قد تتأخر في الظهور هنا في إطار صعي هؤلاء الشباب أو اللاعبين من أجل الحصول على السندق أو إكمال السندق للأسف تنفذ منهم قطع الطعام كما تشاهدون تنفذ منهم قطع الطعام ولا تظهر هذه السندق وبالتالي يقوم بخسارة المستوى وبالتالي يخسرون البطاقة هنا وجهة نظري تقول أنك تلعب أساسا حتى تستطيع الحصول على هذه البطاقة إذا نهيت المستوى كله بدون الحصول على أي صندق سوف تكسب البطاقة وهذا الهدف من الشبكة نعم لا بد من القيام بالحصول على بعض السندق ولكن إذا كانت متاحة غير متعبة أو لنقول متاحة ويمكن لك الحصول عليها لكن إذا كنت تلعب وحصلت على بعض السندق يعني لم تكمل الخمس سندق إذن هنا صديقي اتفقنا على أنه بعض الأصدقاء للأسف لنقول يظل يبحث عن الصندق ولا ينتبه إلى أنه الصحة صحة التلين تنفذ منه وبالتالي يخرج بخسارة المستوى بدون بطاقة وبدون صندق نعم كما قلت قبل قليل طبعا نريد الحصول على السندق نعم لأن السندق سوف تصل بنا إلى التلين التاغي نعم هذا مطلوب ولكن إذا وجدت نفسك هنا محاصر أو لنقول إذا انتبهت أنه لا تستطيع التقدم أكثر هنا لا درر أبدا في الدخول وكسب هذه البطاقة كما تشاهدون هنا خلص كسبنا هذه البطاقة وقد تأتيك بعض قطاع التلين لأنه ظهور لنقول قطاع التلين تبقى عبارة عن حد فقط ما أريد قوله لنقول هنا في الشبكة نعم نسعى للحصول على هذه السندق وللأسف هذا كنت أظن أنه مفهوم لدى الجميع ولكن من خلال قراعة للتعليقات ومن خلال التواصل مع بعض اللاعبين للأسف هذا كان لربما غير واضح لربما هو تقصير مننا في عدم الشرح لكن سوف نشرحها من الآن فساعدا إذا هنا كما قلنا صديقي ليس بالضرورة أن تحصل على كل السندق حصلت على صندوق واحد جيد حصلت على اثنين ممتاز حصلت على لنقول ثلاثة فوق الرائع ولكن دائما راقب صحة التلين الخاص بك وجدت أنك لا تستطيع الإكمال قم بالدخول على الفور قم بالدخول على الفور واحصل لنقول على البطاقة على الفور استطعت الحصل على خمس سندق جيد لم تستطيع الحصل على الخمس سندق حاول الدخول وربح ما كسبته من السندق وخلاص انتهى الأمر لهذا حاول التركيز جيدا وحاول عدم تفويس هذه البطاقة لأنه تراكم جمع البطاقات يعتبر أمر ممتاز جدا إذا كنا نقول أنه تستطيع اللاعب مثلا ست ساعات في اليوم ست ساعات في اليوم ست ساعات يعني إثنى عشر لنقول حجر شحن يعني إثنى عشر بطاقة بالإضافة إلى بطاقة الزلزانة الساحقة هنا طبعا لم أركز للأسف مع بطاقة الزلزانة الساحقة هذا يعني أنك تستطيع لنقول الحصول على التلين الموجود في المتجر أو المذبح أو سنبيه المشيس هذا يعتبر أمر جيد لهذا أصدقائي نحاول العمل على الحصول على هذه البطاقات ونحصل على السندق متى ما استطعنا المواصلة متى وشاهدنا لنقول أن صحة التلين لا تساعدنا على المواصلة هنا نقوم بالدخول على الفور يعني بهذه الطريقة على الأقل لا نخرج بخسارة كل شيء ولكن نخسر لنقول فقط صندق أو اثنين نعوضها في المستوات الموالية أتمنى تكون لنبعلومة واضحة ومفهومة كان هناك شيء غير مفهوم التعليقات بطبيعة الحال مفتوحة للجميع يستطيع الجميع لنقول كتابة ما يريدنا من التعليقات وسوف نعمل على الرد عليها متى ما استطعنا لأنه بعد الأحيان أرد على التعليقات لنقول في وقتها وبعد الأحيان أتأخر قليلا نظرا لأنه بطبيعة الحال سيكون لدينا ظروف وأعمال وغير من هذه الأمر وطبع صديقي كل هدفنا من شروحات الشبكة حتى الأصدقاء لنقول يعلمون كيف يلعبون أخرجوا بأفضل نتيجة ممكنة طيب هنا تبقت لدينا بعض الأحجر نقوم باللعب بها تبقت لدينا بعض الأحجر 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 اشتركوا في القناة هنا نكون قد انتهينا صديقي نذهب الى فتح بعض البطاقة وطبعا كما قلنا دائما نضع في الحسبان ان كل بطاقة تمنحون او كل بطاقة تمنحون واحد قرن كما تلاحظون لاحظ وطبعا النسبة كلام فارغ لانه خلاص حدد الامر مسبقا كل البطاقات التي فتحتها فيها واحد قرن مقابل كل صندوق الى حد الساعة وصلت الى حوالي 673 قرن اتمنى التوفيق لكم جميعنا اصدقائي شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو شكرا جزيلا لك